فصيلة جديدة من فيروس شبيه بفيروس متلازمة الاتهاب الرئوي الحاد سارز تشغل هيئات الصحة البريطانية لمعرفة المزيد عنها فحوصات مخبرية وعلاج مكثف في سباق مع الزمن لإنقاذ حياة رجل قطري في التاسعة والاربعين أصيب بهذا الفيروس خلال زيارته للسعودية وظهرت عليه أعراض شبيهة بتلك التي ظهرت على شخصين في السعودية وتوفي على أثارها حتى هذه اللحظة لم نتعرف سوى على حالتين الأولى كانت قبل ثلاثة أشهر في السعودية والحالة الثانية من قطر وقد جئ بالمريض للعلاج في لندن وفي الحالتين التهاب حاد في جهاز التنفس اكتشاف هذا الفيروس الذي يحدث التهابا حادا في الرئة وفشل كلويا تزامن مع اقتراب انطلاق موسم الحج في السعودية وأكد المختبر المركزي أنه يتابع وينسق مع الهيئات الصحية في كل من السعودية وقطر بخصوص كل مستجدات هذا الفيروس وجميعها حتى الآن تبعث على الاتمئنان لم نستطع اكتشاف أي حالات أخرى وهذا شيء إيجابي إذ علمنا أن الحالة الأولى كانت قبل ثلاثة أشهر أما الحالة الأخيرة فقد سجلناها قبل بضعة أيام نحن في مرحلة مبكرة من هذا المرض الخطير ولا يمكننا تجاهله وهدفنا هو معرفة المزيد عن هذا المرض والفيروس المسبب له خبراء الصحة يراقبون بحذر مضاعفات هذا الفيروس وكيفية انتشاره لكنه من غير المرجح أن يصبح مبعث قلق في الوقت الحالي مستشفى غايز وسان توماس أكد أن المريض القطري في حالة خطيرة بسبب هذا الفيروس الجديد لن انتهك رئته ويخضع الآن لعلاج مكثف في غرفة معزولة وفق تعليمات وكالة حماية الصحة لمنع انتشار هذا الفيروس ليطال أي مريض آخر أو موظف في المستشفى مصطفى زارو العربية لندن ترجمة نانسي قنقر